اهلا بكم من جديد انا بمعالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط الدكتور داود نصيف رئيس مجلس ادارة شركة نفط البحرين بابكو لافتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الاوسط وافريقيا لتكنولوجيا زيت الوقود المتبقي وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة برفع مستوى المخلفات البترولية وقال الدكتور داود نصيف ان لتكنولوجيا زيت الوقود المتبقي اهمية متزيدة لصناعة النفط والغاز في منطقة الخليج والشرق الاوسط ودول العالم لاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير كما سوف تشهد جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب على مدى يومين متتاليين مشاركة العديد من مراكز الابحاث البترولية التابعة للشركات النفطية الوطنية والخليجية والعالمية لاستعراض ومناقشة تجارب وخبرات صناعة تكرير النفط الى جانب التطورات الحديثة في تكنولوجيا عمليات تكرير المخلفات مناسب لان مشروعنا حاليا نفذنا حوالي 35% مننا وان شاء الله من ينتهي المشروع تكون المصفاء ربحياتها من المستوى اعلى طبعا المستوى الحالي والمؤتمر راح يتطرق لعدة مواضيع كلها في نفس السياق لتحديث والانطباق مواصفات العالمية ليس من ناحية المشتقات من ناحية البيئة ومن ناحية ترشيد الطاقة احتفل ميناء خليفة بن سلمان بعشر سنوات من النجاح حيث يواصل هذا الصرح الوطني الهام والحيوي دوره في تيسير التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 حيث عقد اليوم حفل رفيع المستوى تحت رعاية سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وقال سعادة الوزير ان ميناء خليفة بن سلمان ساهم في تحسين كفاءة قطاع الموانئ والملاحة البحرية حيث ان 90% من السلع والبضائع ترد الى البحرين عبر هذا الميناء وهو دليل على اهمية دور الميناء الحيوي كونه جزء لا يتجزأ من البنية التحتية الوطنية على مستوى القطاع البحري والخدمات اللوجستية اصبحت شركة مطار البحرين اول مؤسسة في المنطقة تطبق برمجية مكسيميو السحابية المتطورة من اي بي ام وذلك بغية تحسين سير عمليات ادارة الاصول والمخزون في مبنى المسافرين الجديد وذلك عند تجزينه في العام 2020 ومن المقرر ان يتم دمج هذه البرمجية الخاصة بادارة اصول المؤسسة دمجا كاملا بمختلف النظم الفرعية في الشركة بما في ذلك تقنية السحابية او اوريكل فيوجن السحابية الخاصة بتخطيط موارد المؤسسة والمعنية بادارة وظائف الموارد البشرية والشؤون المالية والمشتريات في شركة مطار البحرين وقال الرئيس التنفيذي للشركة سيد محمد يوسف البن فلاح بان تطبيق مكسيمو سيكون له دور بالغ الاهمية في تمكين شركة مطار البحرين من ادارة اصول مبنى المسافرين الجديد وتشغيلها بمنتهى الاحكام والكفاءة وقعت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين اتفاقية تعاون مع شركة اي بي جي لاستفادة من احدث الحلول في مجال تذاكر اي بي جي اي اي تي وستتمكن طيران الخليج من خلال هذه التقنية من تلقي حجوزات التذاكر عبر الالاف وكلات السفر في خطط الفوترة التي لا تشملها الناقلة وبالتعاون مع الناقلات التي لا تتعامل معها طيران الخليج بالربط المبشر وقال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد كريشمير كوتشو انها الاضافة كبيرة ان تكون رحلات طيران الخليج متاحة في اسواق اضافية لا تخدمها الناقلة ولا يمثلها فيها وكلاء المبيعات خارج شبكة وجهتها ولا نترككم مع اسعار صرف دينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات اليوم نبدأ مع بورصتنا المحلية فقد اقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.2 من مئة بالمئة مغلقا التدولات عند مستوى 1549 نقطة وذلك لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات وقد تجاوزت كمية الاسهم المتداولة اليوم ستة ملايين واربعمائة وواحد وثلاثين الف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت مليون وتسعمائة وتسع وخمسين الف دينار تم تنفيذها من خلال تسع وسبعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تدولة اليوم على اسهم قطاع البنوك التجارية وبالنسبة إلى باقي البورصات الخارجية ومشاهدين فكما نتابع كانت الأقفالات بين ارتفاع ونزول وكان أكبر الهبطين اليوم البورصة السعودية سوق المالية السعودية بتراجع بنسبة 0.66% أما أكبر المرتفعين كانت سوق دبي المالي بارتفاع بنسبة 0.12% بإقفال عند مستوى 2687 نقطة أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن ميزانية العام القادم 2020 بقيمة 1020 مليار ريال ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل بأنها تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي وأكد عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة وفي ذات السياق أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي أثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي نشاتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل هبوط أسهم أبل وشركات الرعاية الصحية في أسبوع مزدحم بالنباء السياسية والاقتصادية يعتزم كبار المسؤولين الأمريكيين والكنديين التوجه إلى المكسيك للعمل على التغييرات النهائية لاتفاقية التجارة الجديدة لأمريكا الشمالية وتتوقع رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه سوف يتم تحديد الصيغة النهائية لاتفاقية التجارة لتصويت عليها في الكونغرس الأمريكي قبل نهاية العام وتعمل إدارة ترامب والديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي على توصل الاتفاق بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة مع المكسيك حول التغييرات المحتملة على البنود المتعلقة بالصلب والألمنيوم والأدوية البيولوجية وخدمات الإنترنت فشل اقتصاد المملكة المتحدة في النمو على عكس توقعات المحللين خلال شهر أكتوبر الماضي مع استعداد البلاد للانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد استقر في شهر أكتوبر الماضي مقابل انكماش بنسبة 0.1% في الشهر السابق له أما الانتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي فقد ارتفع بنحو 0.2% خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل انخفاض بمقدار 0.4% في الشهر السابق له ونتابع الآن أبرز مشارات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية تراجعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق من قرب مستويات قياسية إذ هبطت أسهم أبل وشركات الرعاية الصحية ويتأهب المستثمرون لأسبوع مزدحم بالأنباء السياسية والاقتصادية بما في ذلك نقطة تحول محتملة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.38% كما ونزل المؤشر ستاندر انبورس 500 بمقدار 0.32% وترجع المؤشر نازداك المجمع بـ 0.4% إلى 8.621 نقطة تقريبا ترجمة نانسي قنقر